موضوع حديث الشارع الآن اللي هو موضوع رفع ليس رفع الدعم حقيقة هو تغيير آلية الدعم حتى نكون دقيقين في كلامه الحكومة اتخذت قرارها مؤخرا بتغيير آلية الدعم المقدم إلى سلعة الخبز نعم سابقا وعلى مدار السنوات الماضية كانت تقوم الحكومة بدعم السلعة نعم القرار اللي أخذ مؤخرا هو تغيير آلية الدعم بأن يقدم للمواطن وليس للسلعة ولأسباب عديدة وجهزها بما يلي تفضل اقتصاديا تقديم الدعم للسلعة يؤدي إلى تشوى كيف كيف تقديم الدعم للسلعة يؤدي إلى وجود سعرين وجود سعرين اقتصاديا يؤدي إلى وجود سوق سوداء يؤدي إلى وجود سوق استخدام يؤدي إلى وجود هدر وهذا ما لمصنا على أرض الواقع خلال السنوات الماضية حيث أن وزارة الصناعة والتجارة هي المعنية بهذا الملف ودائما أنا بلقاءاتي أحب أعطي أرقام قبل تاريخ إعلان وضع السقوف السعرية كنا نبيع طون الطحين المدعوم للمخابز بـ 49 دينار و 400 فلس جميل إذا سألتني سعره الحقيقي بالكلف 230 دينار إذن نحن نحكي في فرق ما بين سعر الطحين المدعوم الذي تدعمه الحكومة الأردنية من خلال وزارة الصناعة والتجارة تقريبا 180 دينار أيضا في مقدمتك ذكرت أن الأردن يمر بظروف اقتصادية صعبة وهذا واقع نعيشه منذ العام 2011 منذ الربيع العربي وقطاع الغاز المصري والمتغيرات الجيوسياسية في المنطقة والمحيط الملتهب الذي تعيش المملكة وعلى الرغم من ذلك وأنا باعتقادي نسب النمو التي حققتها المملكة خلال السنوات الماضية على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها أنا بأعتقد أن هذا إنجاز إنجاز لما أتحدث أنا بخلال ثلاث سنوات ماضية معظم المنافذ الأردنية مغلق منفذ العراقي كان مغلق المنفذ السوري ما زال مغلق وهذا لسنوات وأنت تتحدث عن خمس الصادرات الأردنية يذهب إلى هذين السوقين إضافة إلى أن السوق السوري ليس فقط تجارة ثنائية بين الأردن وسوريا حجم التجارة الثنائية كان بلدين قبل الأزمة حوالي نصف مليار دولار لكن سوريا كانت تستخدم أرض الترانزيد لبضاع ذات المنشأ الأردني التي تذهب إلى لبنان وإلى تركيا وإلى روسيا وأوروبا الشرقية وهذا انعكس بشكل واضح على صادراتنا من سلعتين دائما كانوا يتصدروا أهم خمس منتجات تصدرنا المملكة للخضار والفواكه كل هذه الظروف حتمت على الحكومة أن تعيد النظر في بعض السياسات الاقتصادية نتيجة للهذر الذي وجد في عملية دعم السلعة إذا تحدثنا بالأرقام أخي الدكتور وضيفك الكريم على مدار السنوات الماضية كان يصل الدعم إلى 250 مليون وفي بعض السنوات أكثر من ذلك هذا يعتمد على أسعار القمح عالميا والجميع يعلم بأن أسعار القمح